أهلاً ومرحباً بكم في برنامجنا حوار مع طبيب من قناة الصحة والجمال بنحييكم والنهاردة بنستضيف الدكتور محمد النهاردة بنستضيف معنا الدكتور محمد الشنديني أخصائي زراعة الأسنان أهلاً وسهلاً بيك يا دكتور معنا أهلاً وسهلاً بحضرتك النهاردة حضرتك إن شاء الله هتكلمنا عن زراعة الأسنان مش هنقول تكملة للحلقة اللي فاتت لا طبعاً كان معنا دكتور زميل فاضل لحضرتك دكتور سيد عبد المنقم تكلم معنا باستفادة بس النهاردة محتاجين نوضح أكتر يعني إيه زراعة أسنان ويعني إيه تركيبات فوق الأسنان فحضرتك طبعاً أكيد هتكلمنا باستفادة عن الموضوع ده هو الأول إحنا مش هنتكلم عن تعريف غرس الأسنان هنتكلم غرس الأسنان المكونات بتاعتها إيه مش بس الغرسة اللي بتبقى جوه العظم بيبقى فيه دعامة بتربط الغرسة دي أيها بالتركيبة اللي بتتحط فوقها طيب أنا دلوقتي بيجيلي حتى في العيادة بيقول لي أنا عايزة أعمل غرسة أسنان وزي ما حضرتك تفضلت مع زميلنا وتكلمت في الأسعار بتاعتها بيقول لي فيه أسعار كده وأسعار كده وأنواع كده فبيقول لي مثلا عندي زرعة ألمانية أو زرعة ألمانية أو زرعة أوروبي أو زرعة كوري أو أمريكي أو أمريكي إيه الفرق ما بينهم أقول له المشكلة مش في بلد المنشأ مشكلة في الشركة اللي بتصنع طب هل الشركة دي قدت عملت أبحاث إداتني أنا أفضلية إن أنا أخط الزرعة بشكل أفضل أو إن الزرعة تيحصل لها التحام عظمي أفضل هنا الفرق مش الفرق في بلد المنشأ فبتفرق في إيه؟ في المكونات بتاعتها الغرسة جودة الشيء يعني بمعنى أصحة جودة الشيء طبعا بالضبط كوليتي كنترول في الجودة في التصنيع طبعا طبعا أكيد طيب أنا بجهس للغرسة إزاي ودي حاجة مهمة جدا يعني أنا لازم الأول أطلب من المريض بعض البانات البانات دي حاجة محة إزاي أول حاجة الميديكال هستري الميديكال هستري بخدها عشان بعض المرضى بيبقى عندهم مشاكل صحية سي مثلا مريض السكر أو الضغط بس مريض السكر دايما هو منتشر عندنا الموضوع ده ويقال إن مريض السكر ما ينفعش نعمله زراعة بالعكس ما فيش حاجة اسمها ما ينفعش في حاجة اسمها إزاي أنا أأهل المريض ده أزبط له السكر التراكمي بتاعه طبعا إنه هو ينفع إن أنا أزرع له أكيد دي حاجة مهمة جدا ودي جزء لازم ناخد بالنا منه عشان نتفادى المشكلات اللي بتحصل لنا في الزراعة يبقى قلنا أول حاجة الميديكال هستري طب حاجة تانية إيه العظم بتاعه مستوى العظم عرضه نوعه كسفته أكيد الحاجات دي مهمة ليه كلام ده أنا بطلب منه أشعة سلسلة الأبعاد عشان وطبعا البيانات دي كلها بدخلها كمبيترايز ممكن إن أنا أخد بعض صور فوتوغرافية عشان أقدر أرسم له ابتسمته أكيد المريض يبقى داخل فيش ابتسامة أقدر أرسم له ابتسمته المعلومات دي بتسعيدني إن أنا أزرع في وقت أقل بكفاءة أعلى بسرعة يعني في وقت أقل بكتير يعني وأقدر أحط له التركيبة في وقت أقل يعني بنفهم من حضرتك كده إن إحنا طبعا أكيد بيبقى في استعدادات تم الحضرتك اللي بتحددتها مع المريض قبل إزرعه أو جرس الأسنان بمعنى أوضحة أو أسر يعني مثلا نقول ساي لو اختارنا مريض السكر إحنا بنعمله تحليل اسمه تحليل تراكمي أكيد طبعا مش في وقتها عشوائي أكيد سكر تراكمي عشان نعرف نسبة السكر في الوقت اللي هنزرع فيه هل تسمح أو ما تسمحش بالنسبة للمريض الضغط برضو نفس الكلام طبعا بيقايز ضغطه وتفر هو المرض اللي عنده أو هو المشكلة اللي عنده اللي بتعوق الزراع أنا لازم بعدلها أكيد فبأهله إن أنا أزرع له أبلها بقديه دكتور توقيطا كده يعني على حسب المشكلة اللي عنده أنا بستعين بقى بالأسادزة والزميلنا لطبع البشرين سواء المريض عنده مشكلة تابعه أو غيره فأنا مجرد ما يبقى مؤهل أنا كده يبقى تلفية مشكلة من ضمن المشكلات في مشاكل تانية أنا بتحلها عندي في العيادة زي مثلا الانحصار العظمي أو لأن العظم بتاعه غير كافي للزراعة مقيس العظم نفسها حضراك بتقسها قبل الزراعة طبعا أتمنى طبعا بلا شععة ثلاثية لابعاد شععة ثلاثية بتتعامل عند حضرتك أو حضراك بترشح تتعامل برا في مراكز كثيرة ده غير بقى تثبيت المريض نفسه من سكر أو ضغط أو أي حاجة بالضبط الحاجات دي أنا بعملها عشان أقلل وقت الزراعة آه تمام واللي كان دايما أنا بزرع في عشر دعائي الزراعة مش بشي بس الزراسة الحالة ما هو ده بقى سؤالنا المقرق برضو الناس اللي دخل على زراعة بتقول هل أنا حزرع وأخلص في جلسة ولا في مرواح للطبيب هو معروف أن الطبيب الأسنان أصلا الناس ما تحبش رفعه ده الطبيعي على منه هو أهم تخصص لأن السنان دي بيتباني على حاجات كثيرة فإحنا بنقول إيه بنقول هل المريض فأنا نبقى عنده طمئنان إن إحنا هنعمل الزراعة دي بجلسة واحدة ولا ده على حسب اللي قدامي أو حسب أعداد الأسنان اللي هتتركب للمريض السؤال بيعوك أي مشاهد دلوقتي هي بتختلف ما بين حالة والتاني مريض وآخر مفهوم الزراعات الفورية اللي موجودة دلوقتي والتطور التطور كبير جدا دلوقتي أدت أن معظم الحالات ممكن أن أنا أزراحها زراعة فورية لكن في بعض الحالات أنا لازم أمشي معه الطريقة التقليدية تحتية أن أنا أحط الزراعة وأستنى فترة لقيت لما يحصل الاتحام العظمي بعد كده أحط في التركيبة لكن حنيجي للنقطة اللي هتتركيب عليها دي إن أنا ممكن في حالة تسمح تماماً إن أنا أحط لها الزراعة الفورية بحط لها الزراعة أو الغرسة مثل ما نقول الغرسة وبعدين عايز أحط فيها التركيبة هل أنا بحط التركيبة الفاينل ما نحطش التركيبة الفاينل نحط تركيبة يبتسم بيها شكلها حلو جداً من مشتقات البلاستيك طيب إيه فايدتها؟ أو إيه ليه أنا عملتها كده؟ بإن أنا لسه الزرعة مالتحمتش الاتحام كامل فبقلل اللود عليها بقلل الضغط عليها الضغط آه اللي يبقى موجود عليها فنوع التركيبات المؤقتة دي إن أنا باخد منها حاجتين أولاً هو بيطلع غرس وطالع بابتسمته مخسرش أي حاجة داخل من غير أسنان طالع بأسنان موسوط طبعاً فأكيد دي بتفرق كتير مع نفسية المريض طبعاً الحاجة الثانية إن أنا برضو بنوعية التركيبات المؤقتة دي أنا قللت كتير من الضغط على الزرعة يبقى بنقول الدكتور بعد إزنى حضرتك يعني إن إحنا بنقول التركيبة دي بتتعامل مخصوص عشان إفادة للزرعة إفادة مش للمريض نفسه للزرعة الأول بحيث إن المريض النهاردة لما بيزرع سنة لازم نحافظ عليه نحافظ عليه بنقول التركيبة دي مش تركيب أسنان عبارة عن إيه غلاف بنجمل به الشك الأول ثانياً بنحمي الزرعة بتاعتنا ده المفهوم الصح للتركيبة ولا رأيي حضرتك بص حضرتك التركيبة أو الكراونز أو التركيبة اللي احنا نحطها فوق الزرعة الزرعة نفسها معدن فمش هتديني الشكل الجمالي طبعاً أنا عايز من الزرعة إيه نهي تشيل التركيبة دي إن أنا أقدر يعني عندي ابتسامة أقدر آكل أقدر أتكلم لأنها برضو لو أنا التركيبة خطئة أو فيها مشكلة هتأثر على على النظر وخارج الحروف عندي طبعاً ودي مشكلة مع بعض الناس آه زي حضرتكم آه تمام فلازم أن أنا التركيبة تكون مزبوط طبعاً في نفس وقت لازم الشكل الجمالي يكون مزبوط يعني لازم تركيبة دي بعد الزرعة على طول مباشرة ولا بتتعامل معاها في نفس التوقيت التركيبة الفاينال بتتعامل بعدها في تقريباً ثلاثة شهور في معظم الحلقات ثلاثة ستة شهور يعني عايزي الإنسان يعيش حياته طبيعي عايزي بيها وبعد كده بنعمل التركيبة بتاعتنا بيعيش حياته طبيعي بعد ما يحط التركيبة النهائية بيعيش حياته طبيعي لكن لازم أنه هو يهتم بيها طبعاً سيئة زي الأسنان الطبعية اهتموه بيها مش بس قسي الأسنان وكده لكن لازم أنه هو يراجع الطبيب بتاعه أكيد طبعاً ولازم يبقى فيه متابع كل ستة شهور على الأقل طيب بعض الناس يقول مثلاً بعض التركيبات سواء اللي فوق الزراعة أو اللي مش فوق الزراعة لها عمر افتراضي طبعاً أنا لا أصدق في موضوع العمر الافتراضي أنا أصدق أنه فيه حد أهمل شيء فما عاش معا كتير فما عاش معا كتير طبعاً وفيه شخص آخر اهتم بي تعاش معا أطول فترة ممكنة أي حاجة كده أي حاجة نتمل بيها ممكن لنعتبر أنه فيه سنة فيها تركيبة طبعاً التركيبة ده هي أنا لازم لما تابع طبيب كل ستشور زادت نسبة الحموضة في الفم زادت أو زادت نسبة القلوية المتجيرية مثلاً هي بتأدي أصلاً الحموضة ديها للقلوية المتجيرية دي القلوية لأن الحموضة هي تساوس زادت نسبة الحموضة فحصل تساوس أكيد أنا لازم أن أعالج الحد فده بيديني فرصة أن التركيبة تعيش فترة أطول طبعاً اهتمام ومتابعة دول أهم حاجة في موضوع الزراعة أو بيقولوها الغرصة بمعنى أصلاً طب دكتور هو برضو السؤال المهم قوي أن برضو للناس بتسأله أنا أعمل تركيبة أرخاص لي وأسهل لي بكتير من الزراعة لأن ده كترة الأسنان يعني حنقوله إيه شاب يعمله إيه مع المريض يخله يبيح حاجات كده من بيته وبتاع عشان يكون مبلغ بتاع الزراعة لا 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 الناس دي مبلغ ما قيلني المفهوم ده خطأ أنا عشته مع دكترة كتير ومع ناس كتير عملت الزراعة أنا مش بقول كده طبعاً يعني عشان دكتور محمد لا طبعاً ده حقيقي هو الموضوع أن احنا بنقول زراعة مدتها الزمنية قريدي أنها بتبقى أكتر من التركيب فبالتالي التركيبة مثلاً لو عملناها النهاردة حتقض معي مثلاً سنة أو سنتين أوكي الزراعة حتقض أطول يبقى أنا لما عمل تركيبة وعيدتها تاني بنفس المبلغ لا طبعاً نعمل حاجة وأرايح دماغي من صح الكلام إيه رأي حاجك في النقطة دي هل فعلاً هي مكلفة قوي مادياً ولا مش كلها ولا حسب المادة عايزين بقى نتكلم بصراحة نتكلم بصراحة دلوقتي أنا بتكلم على مش على التركيبة فوق السنة واحدة لأ نتكلم على طيب هل ده أفضل وأن أنا أعمل زراعة لأن أنا أعمل زراعة هتحيش فترة أطول تمام ومش حضغط على الأسنان اللي موجودة بالفعل الأسنان اللي موجودة بالفعل زي ما بقولت شيل نفسها والزرعة شيل نفسها حدي فرصة أفضل للعظم إنه هو أقلل بنسبة انحصاره لأن أنا لو ما هبطلتش زرعة في المكان ده هيقدي إلى انحصار عظمي في المكان ده وأنا ده شيء غير مفضل هتجي بتلاقي الجسر اللي أنا عملته بعد فترة دخل أكل وده شيء مرفوض أو شيء الناس ما تحبوش يقول لي يا دكتور فيه أكل فيه روائح كريه هتطلع ده أرفضه تتأمله عملنا زراعة حفظنا على العظم حفظنا على اللاسة والدنيا كويسة معاه وهو بيهتم بيها المشاكل دايما أقل فترة إنه هي تعيش معاه أطول بكتير من أن أنا أعمل الجسر لأن أنا تحميل نفسه هيبقى كل درس تحميل نفسه لكن لو أنا عملت الجسر كبير هيبقى درسين شايلين حمل كبير فأكيد لازم إنه هيجي في وقت من الأوقات حينهار الحبل أعزائي المشاهدين فاصلوا نعود أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم من تاني مع دكتور محمد شنديني هنكمل موضوعنا عن زراعة الأسنان اتفضل حضرتك دكتور إحنا دلوقتي سؤالنا بعد الفاصل المشاهد مستنيه إحنا قلنا التركيبة لازم تبقى موجودة فوق الزراعة طبيعي ده جزء مهمة جزء لا يتجزأ من الزراعة طيب إحنا عشان نقول كده عايزين نعرف بقى أنواع التركيبات إيه اللي بتبقى فوق الزراعة طيب أنواع التركيبات اللي فوق الزراعة طيب الأول إحنا اتفقنا يعني الجزء اللي في الزراعة اللي بيبقى ظاهر فوق العطل اللي هو الدعامة الدعامة ده معدن طيب إحنا عندنا نوعين من التركيبات هما اللي موجودين دلوقتي في نوع الإيماكس وفي الزرقم عشان نعرف الفرق ما بين الاتنين باختصار شديد الإيماكس هو نوعية من التركيبات لها درجة شفافية عالية جدا شكلها شكل الجمالي تدي شكل جمالي ممتاز جدا ودي اللي بيتعمل منها غالبا الفينيرز أو سامة هليود زي ما متعرف عليه أما الزركون شكلها جيد جدا ويفضل أنها تتعمل في الدروسة الخلفية أو بنفضل كأطباء أنه نحطها في الدروسة الخلفية لأنها لها درجة تحمل كبير جدا أكبر طبعا من الإيماكس بس في مشكلة بعض أنواع الإيماكس ما ينفعش عطها على الزراعة فنضطر نحن لازم نحمل الزركون إيه هي المشكلة دي؟ زي ما قلنا أن الإيماكس فيها درجة شففية عالية جدا فدرجة شففية هتكشف الميتالك اللي تحت أو الدعامة اللي تحت الدعامة اللي تحت هتتشاف لكن الزركون فيه أوبيك من جوه أو معتمة فما تبينش معدن بالضبط نحن بنفضل أنه نعمل الزركون في أغلب الأوات أو بعض أنواع الإيماكس اللي بيبقى فيها بيضاف إليها بعد بضرة الزركون طب ليه نسبة تفضل الإيماكس أكتر من الزركون دي؟ عشان الشكل العام ولا عشان هي بس معلومة إن أنا لما حطي إيماكس أحسن من الزركون الإيماكس شكلها أفضل بكتير أنا بعرف لا بعرف برة يعني بلاد برة الناس كتير بيفضلوا الزركون بص حضرتك الاتنين اللي هم استخدمتهم اللي هم استخدمتهم الناس بتفضل الإيماكس لأنه شكله ممتاز جدا ويفضل أنه نستخدمه في الأسناء الأمامية زي ما قلت حضرتك لأنه درجة شفافية عالية جدا عالية خد حموله برضو معقولة بيعيش فترة كويسة وبيمسي في الأسناء بيبقى تجانس ما بين وبين السنة أو اللساء بتاعتهم بمعنى أوضح دكتور محمد إحنا عايزين نقول أنه هو ما بيبقاش تقيل على السنة يعني قوة التحمل بالنسبة للزركون مادة الزركون نفسها الدرس الزركون أو سنة الزركون بتبقى تقيلة تمام لكن الإيماكس بيبقى خفيف نوعا ما مصنوع من المادة زي ما بيقولوا طبعا أنا مش بأخد المهنة والله من حضركم أنا بعرف أنه هو يعني إيه مادة تكاد تكون زي البلاستيك أو حاجة شفافة لينة كده مش مش تقيلة مش لينة هو الإيماكس الإيماكس نفسه هي مادة مادة بتعمل بس أخفف طبعا بكتير بلوك وطفر طريقة التصنيع إيه بس أنا اللي عايز أقولك آه خفيفة لكن شكلها الجمالي احنا بنكلم عن شكلها الجمالي طب الزركون مش تقيل بصده مش بنشتغل بورسلين مثلا المعدن أنا لسه حسؤالي لا لأ زمان كنا بنعمل بالمعدن المعدن أتقل بكتير البورسلين كان هو يعني حنقول نومبر ون النهاردة بنقول الزركون أو الإيماكس أو الإيماكس بمعنى أوضح يعني طبعا هو احنا بنفضل الزر اللي هو الزركون في حاجة اللي هي مثلا زي ما بيقولوا في الدروس الخلفية أكيد ليه بقى عشان درجة تعملها طب أنا ليه لم أذكر البورسلين أو المعدن رغم من أني بعض اليدات وبعض الأطباء ما زالوا بيستخدموا وبعض الحالات هي بقى انديكيتد لها بس ليه نستخدم درجة التجانس ما بينها وبين ما بين اللاسع ما بين في الفم معموما درجة التجانس بتاعتها أعلى بكتير من البورسلين أو المعدن اللي تحت البورسلين فبتعيش فترة أطول تبقى درجة ثبتها أعلى سواء الزركون أو الإيمكس طيب دكتور محمد احنا عايزين نقول برضو ونطمن المشاهد أن أنا زراعة الأسنان زي ما قلنا بتتحدد على حسب المريض اللي قدامي أن أنا ممكن أزرع فك كامل في جلسة واحدة عند الطبيب ده كلام صح ولا مصح كلام منطقي جدا منطقي منطقي بتعمل كلام أساساً زراعة الأسنان يعني برضو تعاملت للناس اللي ما عندهاش أسنان خالص فالمنطق اللي احنا نقدر نزرع لهم فك كامل طيب أنا هزرعون فك كامل كنت في الأول ممكن الموضوع بياخد وقت زمان خالص دلوقتي موضوع نتيجة زي ما قلت لحضرتك لبعض الأشعات وتجهزات بالضبط والأجهزة اللي معانا سواء الكاتكان أو 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 استعدادات حضرتك بتعملها المريض خليني أخش أزرع فك كامل فك يسرع في جلسة واحدة وخلص خلص خلصنا بقى ويرتاح وبيرتاح المريض نصف ساعة يطلع بالتركيبة سؤال المهم بقى دكتور فعلا هنختم به الحلقة اللي الناس دلوقتي مستنياه النصائح حضرتك إيه لمريض زراعة الأسنان النصائح إيه لعما كلها بقى أول حاجة بلاش كلمة مريض زراعة أب يعني هو هو مش مريض هو مش مريض هو بني أدم طبيعي طبيعي عايز يعوض حاجة حتى يأكل يعرف يبقى مريض معلش بقى تمام حاضر تمام النصائح الأولية أنا أخص الأسناني أستعمل الفرشاء يعني أستعمل خط الأسنان الاهتمام بنظافة بنظافة الفم بورا الهجين تاني حاجة متابعة الطبيب كل ست شهور على الأقل على الأقل كل ست شهور لأن لو فيه مشكلة قدر نعليكها في الأول بشكل أفضل ده دول نقطتين يعني لو عملناهم إحنا هنحافظ على الزرعة فترة طويلة خالص إحنا نشكر حضرتك دكتور محمد وإن شاء الله لنا القامة حضرتك بإذن الله وريد قوي نكمل سلسل حلقاتنا عن زراعة الأسنان نشاهدينك كرام كنا مع دكتور محمد الشنجيني أخصائي زراعة الأسنان وإن شاء الله في حلقات تانية حنكمل معايا وحن يفيدنا أكتر بمعلومات أكبر عن زراعة الأسنان شكرا لكم كانت معكم عز الشيء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم